موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه سمع دوي انفجار في منطقة دمر في العاصمة السورية دمشق وذلك بالقرب من حاجز تابع لقوات الأسد أسفر الانفجار عن سقوط عدد من الجرحة إصابت بعضهم خطيرة ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن طبيعة الانفجار ومن المسؤول عنه انتزعت قوات سوريا الديمقراطية 25% من الأراضي التي كان يحتلها تنظيم داعش في مدينة الرقة شمال سوريا وذلك منذ انطلاق المرحلة الأخيرة لتحرير المدينة التي تعد معقل التنظيم في شمال البلاد وتمكنت القوات حتى الآن من السيطرة على أربعة أحياء بالكامل هي المشلب والصناعة والرومانية والسبهية وسيطرت أيضا على أجزاء أخرى من أحياء حطين والقديسية والبريد وبالتاني في العراق المجاور أعلنت القوات المشتركة كانت زاعة السيطرة على حي الفاروق من احتلال داعش والذي يقع في الجانب الشمالي الغربي من مدينة الموصل القديمة تحديدا يقع حي الفاروق قبالة جامع النور التاريخي الذي دمره المتشددون الأسبوع الماضي ولا يزال داعش يحتل موقع الجامع ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام بعدما أعطت الدول العربية التي فرضت عقوبات على الدوحة مهلة أخيرة لقطر بقي منها خمسة أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول وأظهرت بيانات IHS Market أن عقود مبادلة مخاطر الاعتمال القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط عن إغلاق يوم الجمعة وصلت شحنات من الأدوية العلاجية والوقائية إلى مستشفيات محافظة مأرب وسط اليمن ضمن الجهود في مكافحة مرض الكوليرا وكانت منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقعات فقية قيمتها حوالى ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دولار لدعم الجهود المتواصلة للاستجابة الصحية لتفشي الكوليرا في البلاد أغلقت السلطات في ولايتي أوهايو وماريلاند يوم أمس الأحد مواقع إلكترونية بعد تعرضها لقرصنة ونشر رسائل مؤيدة لداعش عليها ونشرت مجموعة على المواقع التي اخترقتها رسالة تتوعد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت قيمة سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط عشرة مليارات وثلاثمائة مليون دولار خلال العام الماضي إذ ارتفع معدل النمو السنوي الإجمالي ليبلغ ثمانية في المائة وثمانية أعشار إلى اللقاء